معنا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة سيد أشرف عبدالعزيز سيد أشرف أرحب بك معنا على سكاينيوز عربية يعني غضب النيل والنتيجة كارثية تضرر عدد كبير جدا من المنازل ومن المواطنين السودانيين وما استدعى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أولا ما الذي يستدعي هذا الإعلان من إجراءات تتم الآن؟ يعني بالتأكيد هذا الفيضان في هذا العام هو كان قد تضرر منه عدد كبير من المواطنين حيث بلغ عدد الذين وافتهم المنون حتى الآن بجرائه حوالي 99 مواطن وكذلك هناك 46 في حالات إصابات خطرة وكذلك هناك أكثر من 100 ألف منزل وغيرها من الإحصاءات التي تؤكد حجم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن السوداني جراء هذه الفيضانات التي فاغت فيضانات 46 وفيضانات 1988 وبالتأكيد هناك التأبير لا بد أن تتخذها الحكومة في هذه الحالة خاصة من الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام وهذا يعني أن المواطن سيكون يعاني من الفيضانات ويعاني أيضا من الأزمة الاقتصادية التي من الصعب أن يصل إلى مكان العمل في حالة وجود هذه الفيضانات بالنسبة للقرى وبالنسبة للمنازل وهذا ما جعل الحكومة تتجي إلى إعلان أن السودان هو الآن مبوء وهو في حالة كارثية ولا بد من إعلان هذا الأمر طيب يعني بالتأكيد السودان دشن مرحلة جديدة على كل الأصعد سواء كان باتفاق سلام تاريخي مع الجماعات المسلحة تم إعلانه قبل أيام وأيضا تتشين مرحلة مع الخارج السودان مع الأطراف الدولية سأبدأ مع الداخل هل يعني ترى أنه هناك ضرورة للبدء بتطبيق هذا الاتفاق لناحية إظهار مزيد من حجد الجهود بين الأطراف المختلفة لدرء الأضرار التي نجمت عن هذا الفيضان وعن هذه السيولة الجارفة هو بالتأكيد هذه القضية لا تنفصل عن بعدها حتى المسألة المتعلقة بالفيضانات وتأثير المواطن السوداني بها هي ناتجة لهشاشة البنية التحتية وإن كانت هناك تنمية في السودان لما كان وصل إليه هذا الحال نتيجة هذه الفيضانات كان من الممكن تلافي جزء كبير من الخصائر ولما كانت غضية الحرب هي واحدة من القضايا المهمة والتي تؤثر بحد كبير على الاقتصاد السوداني بالتأكيد توقيع السلام وتعجيل في إنفاز تطبيق اتفاقية السلام يعني أن السودان يصير بخطة سريعة نحو التنمية التي من شأنها أن توقف من هذه الإشكالات التي تواجه البنية التحتية وفي المقابل أيضا السودان استطاع عبر تحركاته الخارجية كذب كثير من وضع الأصدقاء في الأماراتية الآن رعية لاتفاق السلام وكذلك السعودية كانت قد أغامت مؤتمرا للمانحين في هذا الصدد وكذلك الولايات المتحدة وغيرها من الدول السودان الآن بعد الثورة أصبح غير معزول الخارجين وبالتأكيد سيستفيد من جهود الأصدقاء فيما يتعلق بدعم السلام وفيما يتعلق بتحقيق التنمية نتيجة هذه الجهود وهذه نقطة أخرى التي أردت الحديث فيها سيد أشرف لأنه تبعنا خلال الفترة الماضية كان هناك جهود حثيفة لجمع أصدقاء السودان سواء كان في مؤتمرات أو جمعهم في إطارات مختلفة لقاءات دبلوماسية كثيرة تمت رماما زيارات من مسؤولين لأول مرة للسودان منذ فترات طويلة مسؤولين دبلوماسيين أمريكيين وغيرهم إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك اختبارا لتعهدات المجتمع الدولي بخصوص تغيير واقع أو طريقة التعاطي مع السودان يعني بالتأكيد النقطة الأولى هي مسألة تحقيق الاستقرار في السودان والتي كانت بإزاحة النظام المباد أما النقطة الثانية هي كانت تتمثل في دعم المجتمع الدولي للسودان في تحقيق السلام وتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى في جبا والذي تم قبل أيام والآن توقيع اتفاق المبادئ بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزة الحلو كل هذه بالتأكيد المعادلات التي حدثت في السودان الآن في إطار الصحة السياسية تؤكد أن هناك جهود قام بها أصدقاء السودان في هذا الصدد ولكن كما تفضلت لا بد من اختبار هذه الجهود لأن السلام لا بد أن يتكي على كثير من الدعم الذي يستطيع عبره أن يكون إنفازه ماسلا وحقيقيا وواقعا حتى لا يعود الذين رفعوا السلاح إلى الحرب مرة أخرى إذن الآن هو هذا محط اختبار حقيقي خاصة أن السودان خرج من العزلة ولم يكن موصوما بالإرهاب وتبدلت فيه كثير من الأشياء بعد التغيير الذي حدث فيه وهو الآن ينتظر جهود هذه الأصدقاء وبالتأكيد لن يفقلوا عليه وهناك مجهودات في إطار الدعم فيما يتعلق بإحتياجات المواطنين العاجلة ولكن بالتأكيد الدعم الذي ينتظره السودان هو أكبر من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية حتى يتجاوز هذه العقبات حتى يكون السودان عاد إليه عفيته من جديد ويستطيع أن يساهم في إطاره المحلي والإقليمي والدولي أيضا ما تقييمكم سيد أشرف حتى الآن للجهود التي تبدل داخليا لتعاطي المؤسسات المختلفة أو الجهات الرسمية المختلفة والمعنية بالتعامل مع هذه الكارثة حتى الآن ما تقييمكم لما تم الجهات المحلية المختلفة والمؤسسات السودانية تبزل جهدا كبيرا لتلافي هذه الإشكالات وهناك أيضا في الإطار الشعبي والمحلي هناك جهود ولكن الإمكانيات المتوفرة قد لا تساعد المؤسسات الحالية التي تتحكم في مفاصل السلطة على الغيام بكل التدابير التي مشانا أن تخفف هذه الجائحة وبالتالي لا بد من مساهمات خارجية ومساعدات حتى تستطيع البلاد أن تخرج من هذه الأزمة شكرا جزيرا لك من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة سيد أشرف عبدالعزيز ترجمة نانسي قنقر